المادة الحية نرى لها ظروف خالص في الإنتاج لازم أوفر لها ظروف المواتية للإنتاج بحيث المربي ما أقولش النهاردة يكسب على طول لكن لما يخسر على طول لازم أحلله مشاكل ده جزء الأولى من نسبة موضوع حلقة التداول وجزء الثاني الوضع الوبائي أو المرضي اللي أدى إلى اتفاع الأسعار وقلة المعروض نسبيا أعتقد لازم يكون في دور كبير جدا احنا اتكلمنا عن الخريطة الوبائية كتير جدا كلمنا عليها يعني لكن لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ وده دور وزارة الزراعة ولازم يكون الموضوع أكثر فعالية وأكثر جدي كان فيه تصريح مبارح من الأستاذ الدكتورة منامي حريز عن ظهور عاترة جديدة طبعا لازم يكون فيه تقصي أكتر من كده لازم يكون فيه اكتشاف مباكر أكتر من كده ولازم نحضر التطعيمات والتحصنات بادلة عشان نحمل سروت الموضوع أنا تشايف لازم يكون فيه أكتر من مجال لدراسته من ناحية الأسعار من ناحية النهاردة الصحية موضوع تداول النهاردة التيور الحية الناس خايفة أن هذا موضوع تدول الحية عشان حيث فعل أصعاد حتى يا دكتور سروت أنا بدأت مع حضرتك بسردل هذه القصة عشان نقول للناس الأسباب الحقيقية تمام يمكن يا دكتور محمود الناس كلها برضو بتتكلم على زيادة الأسعار حتى لو جنيه الناس بتتأثر وبتفرق معها القصة أنا حبيت أن أنا أسمع من دكتور سروت حضرتك كمان تسمع منه الأسباب إزاي ممكن تكون بتتعاطى مع مثل هذه التصريحات اللي صدرت عن دكتور سروت منذ قدير هو خلينا أولا نتكلم على الحملة هل ده غير من وجهة نظرك قبل اللقاء ولا لسه على نفس لا لا أنا لديه وجهة نظر ومهم جدا حتى كلمت دكتور سروت وكلمت دكتور نبيل ترويش كانوا بسافرين برا أعتقد ساعة الحملة انتقلت كاكي قلت لهم ياريت بسرعة نعود كمستهلكين أو كممثلين للمستهلكين مع بعض تمام؟ عشان نشوف حل لأنه الحل الخاص بالمقاطعة حل كارسي وأنا أول ما تكلم على موضوع الفراخ ولا عموما؟ على الفراخ على الفراخ على وجه التحديد بص قاطع الحديد زي ما أنت عايز أنا بالفراخ لو عملت مقاطعة أنا أعتقد دكتور سروت أكتر مني خبرة ويقولك أنت بتعمل إيه؟ بتعمل مصيبة كارسة بكل المقاييس ولذلك أنا عرضت رغم أنه كل حمالات المقاطعة اللي بتطلع باستثناء حملة خليها تعنس وقعد عن ضمك والحاجات اللي قالوها دي على السوشيال ميديا اللي بيركبوا فيها تريند وعايزين يعملوا شو؟ باستثناء ده إحنا تضامنا في حملات إحنا اللي كلها بنعملها عمالنا حملة بلها لحمة قبل كده تمام؟ لكن خطورة الحملات هناك عملت مع حاجة حي أي أي طبعا الفراخ اللحمة عن الفراخ بالنسب لك كده صباح اللحمة إنت بمكن تحطها في التجميد بمكن تبردها لا الفراخ تداولها الحي أكتر من المجمدات وبالتالي فيه خطر أنا برضو بكلم بإحساس وطني أو بكلم بإحساس مسؤول أول مصادرة الحملة قالوا خليها تكاكي قلت لهم لو عملنا حملة خليها تكاكي ونجحت إحنا كمستهلكين حنصاوصا ليه با؟ لأنه لما القطيع ده يتراكم ويتكدس في المزرعة يحدث نفوق جماعي حسب اللي أنا عرفته من بعض الخبراء وينكي الدكتور صروت أكتر منها خبرة يحدث نفوق جماعي للقطيع وبالتالي التكلفة تزيد عليه يغلى أكتر أنت بتتكلم على سلاح سوح الدين إما أنت استخدمه استخداما فاعلا يعني أنا ممكن أقول أعمل حركة دي مع الاتحاد ومع الناس اللي بيشتغلوا في سوء الدواجن أقرس له ودنه بالبلدي كده ما زعلش منه دكتور صروت أديله كدف قانوني بلغة اللغة بتاعتنا كده طب أنت دلوقتي يا صدر محمود هتديله كده أقرسه غزة كده بالبلدي بلغة الجزارين هتقرس له ودنه ما فيش مشكلة هو ممكن يعمل إيه؟ هو هيخسر عشان خطرة لا ما هو هنا إحنا هنا ما لازم نشوف حل هو الحل يعني أنا لما قالوا لي قلت له خلاص الاتحاد مش هشوف لنا حل وممكن يبقى فيه ربحية كتير عند الناس بتوع الدواجن لا خلاص نرح نستورد أجزاء أجزاء خلفية أهددوا أشتغلوا ألعب بقاليات السوء إنما المقاطعة في هذا التوقيت من الممكن أن تؤدي إلى كارثة إحنا في غنى عنها أنا عندي صناعة مستقرة تمام صناعة الدواجن دكتور تكلم على أنها صناعة مليارية تمام؟ أنا ممكن الصناعة المستقرة عندي دي اللي بتخليني مقلل الفجوة الاسترادية فيما أتعلق بالدواجن الفجوة دي تزيد طب لو زادت الفجوة أحطر أن أنا أعتمد على الخارج في الاستراد وده معناها عملة صعبة وده معناها أن أنا هعطل كل اللي اشتغلوا في المهنة دي عن الحمل أعطل طب أنا عايز أفاقر طب أنا صور محمود ممكن ناس تقول أنت بتستخدم دي كفزع أن أنا مش عايز أستورد وده بيقوي من عظم ده صحيح الناس اللي بتشتغل في المجال ما هو أنا في الحالة دي ما أنت بتحطه ما بين حلين أصعب من بعض الحقيقة ما هو أنا عشان كده بقول لابد أن تجلس الحكومة على وجه التحديد كمنظم للسوق مع اتحاد منتج الدواجن مع كل العاملين في هذا السوق معنا كمستهلكين نقعد كلنا نتكلم نشوف العلم أصدقى دي أزمة لو أنت وأزمة مؤقتة وإن شاء الله أزمة مؤقتة وأنا أعتقد أنه خلال المرحلة اللي جاية ممكن الأسعار تنزل لو مشتغلوش معنا ببيرض الله جماعتنا بتوع الاتحاد حيتعبوا بالبلد كده أنا بقول لدكتور سرطة هتتعبوا ليه بقى لأن اللحمة بتنزل الناس دي ما هي مستهلكة في الأقوله أقول لحاك على حاجة أقول لحاك على حاجة في المنصورة إحنا عندنا تجربة نكحة في اللحمة كده لك أنت تخيل أن اللحمة النهاردة في المنصورة ما بزيتش عن 90 جنيه لحمة البلدي عند الجزارين بتسعين جنيه إحنا نفسنا مش عارفين يعني اللحمة السودانية اللي احنا بنباحها بتوصل 75 جنيه ومش عارفين نفس ليه لأنه الفرق ما بين 75 إلى 90 جنيه فرق صغير تمام ممكن من المواطن يقول لك طب رح أشتري بلدي أحسن وأشتري من مش عارف إيه هم الناس تعودت على المنافس بتاعتنا وبيشتروا منها وخلاص استقارت الأوضاع ما فيش مشكلة بس برضو في منافسة أنت القليل بينافس الكثير الحالة المنافسة دي نزلت السحر نهارضا اللحمة لما تنزل تأثر على سعر الفراخ طيب وانا بنكلام مين هيروح يشتري لحمة أنت كنت تشتري فراخ عشان الفراخ سعرها أقل من اللحمة محل سريع للبروتين كيلو الفراخ هيأكل أكتر من كيلو اللحمة